السلام عليكم الفونسو ديفيز يرفض التجديد للبئيران وينهي الاتفاق مع ريال مدريد كشفت تقارير صحفية آخر تطورات مفاوضات بايرناميونخ الألماني مع الكندي الفونسو ديفيز ظهير أيسر لتجديد عقده الذي ينتهي في 2026 في ظل الأنباء التي تؤكد على رخبات الريال مدريد الأسباني في ضم اللاعب في الانتقالات الصيفية المقبلة وقال الصحفي الايطالي فإبريزي رومانو أن فريق بايرناميونخ يرغب في توقيع عقد جديد مع ديفيز قبل نهاية يونيو المقبل وفي حالة تمسك اللاعب بعدم تجديد تعقده خلال تلك الفترة فإن النادي الألمانية سيعرضه للبيع أضاف رومانو الفونسو ديفيز لديه كل شيء جهز للتوقيع مع ريال مدريد متبق فقط الشروطة الشخصية اللاعب لن يجدد لباير ميونخ البايرا لن يسمح لديفيز بالرحيل مجانا في صيف 2025 وعليه تجديد تعقده قبل يونيو أو سيكون متاحا للبيع في الصيف وتابع الصحفي الايطالي الشهير إن ريال مدريد لسباني يرغب في التعاقد مع ديفيز في الصيف المقبل ولكنه لن يدفع 60 مليون يورو من أجل الحصول على خدمة اللاعب مشددا على أن التفاصيل الماليات الشخصيات بين ديفيز وريال مدريد تم الاتفاق عليها ولا توجد مشكلة بينهما وكانت تقارير قد أكدت أن هناك محادثات جديدة ستجرى بين إدارة بايرنام يونخ والفونس ديفيز هذا الأسبوع عن طريق ماكيس إيابير للمدير التنفيذي لنادي بايرنام يونخ العرض الجديد من البايرا يتضمن عقدا جديدا حتى عام 2029 باراتب إجمالي يتراوح بين 11 إلى 13 مليون يورو سنويا في حين يرغب ديفيز في الحصول على 20 مليون يورو وفي حالة رفض اللاعب للعرض الجديد فإنه سيرحل في الصيف المقبل وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم